السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اجتماعيات للصف السادس الابتدائي عندي محافظة النجف الأشرف رادوها من عندي رح نلخصها صفحة 76 محافظة النجف الأشرف الموقع الجغرافي تقع محافظة النجف في القسم الغربي من وطننا العراق يعني نحفظ هذا وين موقعها في القسم الغربي من وطننا العراق هنا تضاريسه تقع محافظة النجف بين منطقتين السهل الرسوبي والهضبة الغربية وين بالسهل الرسوبي والهضبة الغربية ويضم السهل الرسوبي الأقسام الشمالية الشرقية تصل قرابة 5% من مساحة المحافظة يعني هاي خاف تجي على شكل فراغات زين يتميز بالانبساط التام في معظم أقسامه أما الهضب هذا بالنسبة للسهل الرسوبي أما الهضبة الغربية فتضم الأقسام الغربية والشمالية الغربية ويشكل 95% من مساحة المحافظة تتميز أراضيها بسيادة الكثبان الرملية والتلال وتتسم بالارتفاع كلما اتجهنا غربا هنا تقع محافظة النجف بمنطقة السهل الرسوبي والهضبة الغربية خلينا ناخذ السهل الرسوبي نقول في الأقسام الشمالية الشرقية 5% يعني تبلغ مساحتها ويتميز بالانبساط في أقسامها أما الهضبة الغربية هاي السهل الرسوبي والهضبة الغربية فتضم الأقسام الغربية والشمالية الغربية تشكل 95% من مساحة المحافظة وتتميز بالكثبان الرملية والتلال هنا عندي المناخ نشوف مناخه تقع محافظة النجف ضمن نطاق المناخ الصحراوي الحار نعكس تأثيره على تحديد صفة المناخ الساد ويتميز بصيف شون يكون حار جاف ويعني بالشتاء معتدل يعني بالصيف حار جاف وبالشتاء معتدل كمية الأمطار بقلة وتذبذب فتصل إلى مية وخمسين مليمتر هنا طريق النقل والمواصلات هذه للإطلاع ناخذ الموارد المائية هنا بس تضم المحافظة مطار يعرف باسم مطار النجف الدولي بس هذا هذا للإطلاع يعني ما نقرأ الموارد المائية نعكس مناخ المحافظة الذي عرفه بقلة الأمطار بقلة الأمطار على مصادر المياه التي اقتصرت على المياه السطحية المتمثلة بنهر الفرات تفرعاته كشط الكوفة وشط العباسية المتفرع من شط الهندية تعتمد المحافظة على مصادر المياه الجوفية ولا سيمة في الأقسام الغربية من المحافظة هنا نقول الموارد المائية قلة أمطارة على مصادر المياه فتتمثل على نهر الفرات وتفرعاته كشط الكوفة وشط العباسية المتفرع من شط الهندية فتتمثل هذه المحافظة على مصادر المياه الجوفية ولا سيمة في الأقسام الغربية من المحافظة الزراعة ناخذ الزراعة النشاط الاقتصادي عدي الزراعة والصناعة الزراعة تتميز المحافظة بتنوع النشاط الزراعي فتزرع المحاصيل الزراعية مثل الحبوب كالرز والقمح والشعير والمحاصيل الصناعية كالقطن والذرة وزهرة الشمس فضلاً عن أشجار النخيل هاي سهلة الزراعة نجح على الصناعة الصناعة مثل أهم الصناعات الإنشائية وإسمنت الكوفة يعني معمل إسمنت الكوفة وصناعة الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية والجلدية وصناعة الإطارات يعني هاي بس أهم الصناعات نبذة تاريخية عن محافظة النجف الأشرف كلمة النجف لفظ عربي جمع نجاف ومعنى النجف النجفة يعني التل لقبت بيمن بوادي السلام لماذا هنا علل لماذا لقبت بوادي السلام علل نقول لسبة إلى مقبرتها الكبرى والربوة لارتفاع حضبها يعني هذا التعليل وهذا وزاري مهم هذا وزاري لماذا لقبت مدينة النجف بوادي السلام نقول نسبة إلى مقبرتها الكبرى لارتفاع حضبتها الارتفاع لتعليل وزاري أو مهم نقول نسبة إلى مقبرتها الكبرى والارتفاع حضبتها تضم مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين 23 قبل الميلاد و40 هجرية عليه السلام بقبته الذهبية الشاخصة يحوي المرقد نفائس لا تقدر بثمن من هدايا الملوك والرؤساء والسلاطين النجف مدينة دينية علمية فيها مدارس وأبنية عديدة يدرس بها الفقه والنحو والتاريخ والأدب توجد فيها الحوزة العلمية ودرس بها الآلاف من الطلبة كما يعني آلاف من الزوار سنويا زين كما شهدت في المدينة محلة جديدة في العهد الملكي ماذا سميت بمحلة الغازية بمحلة الغازية نسبة إلى الملك غازي زين كانت النجف يعني قضاء تابعا للواء كربلا كانت النجف قضاء تابعا علما للواء كربلا استحدثت كمحافظة 1976 مركزها مدينة النجف ومن مدنها التاريخية عدي الحيرة والكوفة هذه هنا تعليل هذا مهم ومثلا نقول ماذا درس بها الفقه والنحو والتاريخ والأدب وفيها يعني توجد بها الحوزة علمية ومن أهم مدنها التاريخية مدينة الحيرة هاي تعريفها وهم وزاري مهم هذه كله هي عاصمة المناظر وقاعدة حكمهم ومن أشهر ملوكها عمرو بن عدي بن نصر ومن أهم الآثار التاريخية الشاخصة فيها قصر السدير والخورنق الخرنق و بس هذا النئ والعديد من الكنائس والأديرة هذه حفظ مدينة الكوفة وهي أحداهم تعريف وهي أحدا مدن العالم الإسلامي الذي أسسها المسلمون منذ بداية الفتح الإسلامي تقع إلى جوار مدينة الحيرة بدأ العرب بتشيدها عام 17 شجرية إلى 638 على يد منه القائد سعد بن أبي و قاص هذا مهم يعني نقول مدينة الكوفة على يد القائد سعد بن أبي و قاص هاي دائما يجبون فراغات أو صح وخطأ أصبحت عاصمة للخلافة الراشدية في عهد الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اتخذها عاصمة لخلافته سنة 36 هجرية والمدينة مكونة من أربعة أقسام تتوسطها دار الإمارة والمسجد الجامع سميت الكوفة هنا أيضا علل سميت الكوفة علل سميت الكوفة بهذا الاسم جواب نقول لأنها كانت أرض يختلط بها الحصى والرمل هذا الجواب بس من أهم المعالم التاريخية مسجدها الشاخص له أربعة أبواب لكل ضلع باب أكبرها باب الفيل وهو المقابل للضلع القبلي لمقام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومنبره وقصرة الإمارة قصر الإمارة طبعا هذا تعريف قصر الإمارة تعريف وهو القصر الذي يقع في الواجهة الجنوبية من مسجد الكوفة ومن الأحداث التي وقعت فيها الكوفة يستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عام 40 إلى هجرية إلى 661 ميلادية متأثرا بجراحة في مسجد الكوفة ودفن في النجف الأشرف حسب وصيته كما تضم مراق الدينية أخرى هذا حفظ قصر الإمارة هذه خلصت مدينة محافظة النجف وبالتوفيق يا رب